العملية السياسية في العراق ما زالت تروح مكانها فبعد مرور سبعة أشهر على توجه اللاناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات يبدو أن المبادرات السياسية التي طرحتها بعض القوة لم تحقق أهدافها إن كان في تسمية رئيسي الجمهورية وكذلك الوزراء الأمر طبعا الذي فتح الباب حول تساؤلاته عن إمكانية حل البرلمان وإعادة الانتخابات المزيد في هذا التقرير لا تزال حالة الانسداد السياسي تخيم على المشهد العراقي فبعد مرور أكثر من سبعة أشهر على إجراء الانتخابات المبكرة في شهر أكتوبر من العام الماضي لم يرى منصب رئاستي الجمهورية والوزراء النور حتى الآن ما تسبب بتجاوز المدد الدستورية وتعطيل الاستحقاقات الانتخابية منذ الإعلان عن النتائج النهائية الرسمية للانتخابات في العراق في الثلاثين من نوفمبر من العام الماضي ما زالت القوى السياسية متمسكة بمواقفها فالطيار الصدري وحلفائه في إنقاذ وطن ما زالوا متمسكين بخيار حكومة الأغلبية بينما يرى الإطار التنسيقي في هذا الخيار احتكارا للسلطة داعيا إلى المضي في خيار تشكيل حكومة توافقية كما هي العادة في الحكومات المتعاقبة منذ 2003 وفي ظل هذا الانسداد يرى مراقبون عراقيون أن حل البرلمان وإعادة الانتخابات سيكون الخيار المتاح والأفضل من سيناريو الفوضى في ظل مخاوف من تأثر الملف الاقتصادي بالأزمة السياسية الحالية وقال قانونيون إن حل البرلمان المنتخب حديثا لا بد أن يتم بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناء على طلب من ثلث أعضائه أو طلب من رئيس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية فهل تعود العملية السياسية إلى المربع صفر؟